وبالختام عندي كلام تشوفون هاي الصين اللي متحكمة بالعالم في صناعتها وقوتها وامتلاكها للسلاح النووي ومن أعظم قوة الاقتصاد بالعالم الصين قبل سبعين سنة كانت بلد يعاني من احتلالات متعددة يابانية وروسية وبريطانية وكانت ولا شيء بلد مليان مشاكل وأزمات وشعب يعاني الفشل والضياء واستطاعت البلدان المحتلة أن تجعل من شعبها متعاطل المخدرات وشعب ما يهم بلده نهائيا لكن المؤسس لدولة الصين ماو استطاع أن يقلب الطاولة على المحتلين مو بالقصف ولا بالسلاح وإنما من خلال النهوض بمستوى التعليم والصناعة والزراعة وبناء الإنسان وبث الوطنية لدى الصينيين وهنا شعب عافي الإدمان وقال كلمته بوجه الاحتلال القصد من سالفتنا هذا اليوم إش وقت يجينا شخص مثل ماو ويخلصنا من المخدرات وينهض بالشعب في كل المستويات وبعدها ستقوني ممكن أن يكون قيمة صعبة في المعادلة وكل بلدان العالم تحسبنا ألف حساب وإن شاء الله الأمل بالسيد السوداني وبسياسيين أن ينقذون هذا البلد تصبحون على وطن آمن في أمان الله ترجمة نانسي قنقر